رفعت الرواية البيضاء واللحظات انطلقت الآن الجياد في شوطها التاسع بمسامة نادي الفروسي هذا الشوط الذي يجمع جياد الإنتاج السعودي عمر الأربع سنوات فاكتر مختلف الدرجات والذي يقام على مسافة 1600 متر قيمة الجائزة 180 ألف ريال انطلاقة سريعة لعاذر الآن في المركز الأول مع متابعة أيضا في هذه الأثناء من قبل بارعة الميدان من الخارج في المركز الثاني وريموت من الداخل في المركز الثالث بالإضافة إلى محاولات أبو الكرم في المركز الرابع وأيضا محاولات بندر وأيضا من الخارج هناك محاولات لعثفر في هذه اللحظات مع محاولات بقية الأسماء يبهر أيضا من الخارج وقزاز من الخارج والصدارة لعاذر من الداخل في المركز الأول متابعة أيضا بارعة الميدان في المركز الثاني وريموت وأيضا أبو الكرم ويبهر من الخارج والصدارة لعاذر في المركز الأول تأخذ الآن الجياد والمنعطة في الأخير والطريق المستقيم والتنافس على الصدارة على أشدهما بين عاذر وبارعة الميدان التي تتقدم الآن في المركز الأول مع لويس موراليس محاولات ريموت من الخارج في المركز الثاني بالإضافة إلى أبو الكرم والصدارة لمن لريموت ما شاء الله يتقدم في هذه اللحظات ويتصدر في المركز الأول ريموت إلى خط النهاية معنا فوزا بالمركز الأول ألف مبروك ترجمة نانسي قنقر